بسم الله الرحمن الرحيم كل سنة وانتوا طيبين ما زلنا معكم في مواضيع مجلة أو قاموس ومجلة قاك التي ستصدر ان شاء الله في شهر ذي القعدة الشهر 11 من عام 1443 وهي المجلة التي ستحتوي على مناهج سمارت المزمع تدريسها في خمسة ذي الحجة من نفس العام 1443 للطالبات والطلبة في سن عشر سنوات وفي الصف الرابع الابتدائي ستكون المناهج مثل كتاب المدرس كتاب المدرس سيلتحق معنا في هذا العام الطلبة من 12 سنة إلى 16 سنة لإعداد المعلمين أو المدرسين وأيضا يلتحق معنا الطلبة من عشر سنوات يعني لو ألتحق خمسمية التجربة ستكون إن شاء الله تبدأ في أبو حمد طبعا هناك أربع مواد كما سبق ونخبرنا وكل مادة وطبعا هناك فصل دراسي عشر أسابيع متلاحقة لأن السنة فيها خمسين أسبوع فآخر عشر أسابيع في السنة هي للدور الثاني يعني مثلا واحد رسب في مادة من المواد يكملها في في آخر عشر أسابيع في الفصل الخامس فالسنة فيها خمسة فصول بعد العام يستطيع الطالب أن يدرس أما الطلبة في سن العاشرة وفي الابتدائي فهم يستطيعون يستطيعون التدريس بعد أو يستطيعون التدريس بعد الانتهاء من ثلاث سنوات سعر الاشتراك في السنة من ألفين جنيه إلى ثماني ألاف جنيه طبعا من يدفع ثماني ألاف جنيه فهو مؤسس يعني له عوايد عن الطالب يعني فيه عوايد لولي الأمر طبعا الندفة الهدف أن تعليم الجيل علم المستقبل وخاصة ما يخص الطاقة البديلة طاقة الشمس طاقة الماء طاقة الرياح إنتاج أو استقلال التقنيات الحديثة لإخراج معلمين يحتاجهم العالم جميعا يعني دمج اللغة العربية واللغة الإنجليزية من يتمكن من هذه اللغتين لأن اللغة الإنجليزية لغة التقنية يستطيع أن يدرس أي أو يكون مدرس في أي بلد يعني في روسيا في فرنسا في أي مكان لي لأنه موجودة تقنية لو عرف الكلمات بالإنجليزي والكلمات بالعربي فأصبح طبعا ما يستطيع أحد يدرس خارج لغته إلا بعد الانتهاء من ستة سنوات تقريبا يتمكن من اللغة الإنجليزية تماما فنلاحظ هنا يعني بدأ في التعليم إدخال اللغة الإنجليزية من لفترة أكثر من ستة سنوات يعني كنا قبل خمسين سنة كانت من الإعداد ستة سنوات الآن أصبحت من رابع ابتداية عشرة سنوات فنستغل الفرصة هذه طبعا هنا عرضنا في الفيديو هنا بعض يعني هناك أكثر من تقنية تعتبر واقعية في عشرين خمسة وعشرين ستكون متاحة وأشياء عجيبة يعني يعني الآن نسمعوا أن الناس يقولوا هذه زي لما كانوا يسمعوا عن الرادي وعن التلفزيون كان اللي يشوف التلفزيون أمامه يقول هذا سحر يعني كيف كيف مذيع في بعيد كده ومسرح وأنا أشوفه أمامي فطبعا هنا عرضنا لكم بالعربي وبالإنجليزي ما يسمى الديب شيفت وهو يعني التقرير هذا ناتج عن المجلس الاقتصادي العالمي والتوقعات في عام عشرين خمسة وعشرين أنه يعني أنت تقدر تشاهد مسرح في بيتك يعني كأنك أنت المسرح أمامك إضاءة خارجة من الأرض وبتشوف الممثلين مجسمين ثلاثة وممكن جوالك تحطه هناك وتشوف تحطه أمامك عند البعيد عنك كده وتشوف الضوء خارج وبتشوف كل شيء في الهوى يعني ما يحتاج الشاشة وطبعا القبب هادي المسارح القبب وكذا يعني ممكن أنت تمتلك استوديو وتأجر والناس الممثلين وكذا وعوايد كبيرة وضخمة يعني فيه حاجات كثيرة حتدخل طبعا تكلمنا عن إنتاج الماء من الهوى وبدون طاقة بدون كهرباء وبدون ماء بدون وجود ماء ولا كهرباء وأتكلمنا أنه الدراسة تكون على الأشياء إلا لم تبحث إلى الآن مثلا نريد أن نبحث عن خاصية الماء يعني الماء لها خاصية لم تبحث إلى الآن يعني ممكن يتبخر الماء بدون نار بدون حرارة ممكن يتبخر الماء طبعا هذا السؤال مثلا نريد أن نبحث عن خاصية الماء يعني الماء لها خاصية لم تبحث إلى الآن يعني ممكن يتبخر الماء بدون نار بدون حرارة ممكن يتبخر الماء طبعا هذا السؤال لما نسأل أو التجربة يعني نحتاج نسوي تجارب الصغار حيقدر يسوي تجارب معها لي الآن تسرت الأمور يعني نقدر أن نحط وعاء من الكوب غير قابل للكسر من الألمنيوم ولا الاستيل من الأكواب اللي نشرب فيها من الاستيل جوه قدر ضغط والراقب الماء متى يتبخر يعني الوقت نأخذ ندون الوقت هذا على النار حتى نعرف أن تبخر الماء ليس لازم الدرجة هي هي وكمية الحرارة فيه أشياء كثيرة لازم نعرفها خاصية الماء والهواء ومكونات الماء والحرارة ونحن كيف كأشخاص كيف نقدر نحن نشوف مثال الناس الإنسان مثال أنه عنده طاقة أول ما ولد وعنده باوربانك فالباوربانك هذا بينشحن هل بينشحن من إيش من الطاقة الشمسية طبعا فهل ممكن نسوي أو تصير أشياء زينا يعني رجل آلي يمشي ويعيش زينا وينمو أو ينمو في قوته مش في يعني قوته تنمو بعدين ننقل الأشياء هذه للطاقة اللي فيه إلى شيء أكبر ممكن أو هو نسوي بحيث أن قوته تنمو يعني أول ما عمناه يرفع مثلا عشر كيلو أو يرفع ثلاثة كيلو بيده بعدين ينمو يستطيع يرفع عشرين كيلو أو ثلاثين كيلو أكتفي بهذا القدر وما زلنا معكم وسنكمل قصة الجمعة وقصص عن مكة المكرمة وقدرة أهل مكة بإنتاج الماء بدون كهرباء ولا حتى طاقة شمسية بدون طاقة إنتاج أهل مكة الماء لملايين من الحجاج كيف فالذلك نتابع معكم شكرا ترجمة نانسي قنقر